اشتركوا في القناة اللي نسمي نفسه عالم وشيخ دين لنسمع منه فأدخل على قصر الحجاج قال ما اسمك والجلادون عن يمينه ويساره قال ما اسمك قال اسمي سعيد بن جبير قال بل أنت شقي بن كسير وكان الحجاج يفهم اللغة فقال بل اسم قال بل أنت شقي بن كسير قال بل أنا كما سمتني أمي يعني أمي تفهم أكثر منك قال ما تقول في ما رأيك في والسيوف عن يمينه وعن يساره قال أنت ظالم أنت ظالم تقتل بالظنة وتستبيح الدماء قال ما تقول قال أقول ما تسمع قال وما تقول بالخليفة في ذلك الزمان قال هو أعظم ظلما منك الله أكبر قال هو أعظم ظلما منك فهو الذي ولاك إنما أنت سيئة من سيئاته هذا كلام التابعين الصادقين المؤمنين لا الذين يبحثون عن حفنة من الأموال والدراهم قال إنك ميت يا سعيد فاختر لنفسك أي ميتة تريدها فابتسم وقال بل أنت اختر لنفسك أي ميتة تشاؤها فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله بها بنفس الطريقة قال اقتلوه فتوجه للقبلة وقال وجحت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قال حولوها عن القبلة اجعلوا ظهره إلى القبلة فقال فأينما تولوا فثم وجه الله القرار في صدره تلميذ بن عباس قال ضعوا وجهه إلى الأرض فوضعوا وجهه إلى الأرض فقرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارة أخرى القرآن في صدره ثم أخذ يلفظ الشهادتين وقتل ولا تحسدنا الله غاقب عما يعلم الطالبون وما هي إلا أيام في صيب الله الحجاج بمرض لا يستطيع به أن ينام ليلا أو نهار ويزداد الألم حتى أنه كان يصرخ بالليل ويهرب من غرفته فيأتي الحرس ما الذي حدث ما الذي جاءت يقول لا أدري لا أدري فأنا أرى سعيد بن جبير في منامي أرى سعيد بن جبير في منامي ما لي ولسعيد ما لي ولسعيد لما قتلت هذا الرجل فلا زال يتألم ويتعذب آخر أيامه حتى زهقت روحه فرآه أحد أصحابه بعد موته وحلافه قال له يا حجاج ما صنع الله بك قال قتلني الله بكل مسلم قتلته قتلا وقتلني بسعيد سبعين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الظلم أخطر وأعظم الذنوب على وجه الأرض وبالعدل تقوم السماوات والأرض ترجمة نانسي قنقر